السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف ونوكيا أعلنت عن جهاز جديد وهو نوكيا 7 بلس وأعلنوا عنه في الـ MWC عندما تتحدث عن كلامهم أن هذا يعتبر أول جهاز يأتي بشاشة أبعادها 18 على 9 من نوكيا من الفئة المتوسطة بهيكل مصنوع من الألمنيوم نحن نتحدث عن الشاشة التي هي 6 إنش هذه هي Full HD بلس أبعادها 18 على 9 وتدعم الغريلا غلاس ثلاثة الكاميرا الخلفية كارل زايس أوبتيكس الأولى دقتها 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.75 والثانية دقتها 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.6 كل الكاميرات تدعم الواتوفوكس والمثبت البصري الإلكتروني أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة 2.0 المعالج سناب دراجون 660 بثمانية أنوية والذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت النظام بتشغيل أندرويد أوريو للسعة التخزينية 64 ويدعم المايكرو اس دي إلى 256 جيجا بايت ويدعم اليو اس بي تايب سي ومنفذ السماعة الحمد لله لن يوجد البصمة والبطارية 3800 أمبير والسعر متوقع يكون حوالي 400 يورو يعني تقريباً قاعدين نتكلم على 1600 إلى 2000 ريال وهذا الجهاز المفروض يتوفر بشهر إبريل وكانت هذه نظرة أولى للجهاز متشوقين أن نحصل على هذا الجهاز ونسوي لكم مراجع عليه فدعم نشتركين في القناة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة